اشتركوا في القناة صرح بأن السيد الرئيس رحب باستاذ الحضور في ضوء عقاد الجمعية العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط لأول مرة في مصر منذ تأسيس المجلس عام 1968 مؤكدا سيادته أن الإخوة المسيحيين في جميع الدول العربية هم جزء أصيل من نسيج المجتمع العربي كما شدد السيد الرئيس على أن المواطنة والحقوق المتساوية للجميع هي قيم ثابتة تمثل نهج الدولة المصرية تجاه جميع المواطنين وهو ما ترسخه الدولة من خلال ممارسات فعلية وواقعية في جميع مناح الحياة في مصر لتعظيم تلك القيم الإنسانية من السلام والمحبة وعدم التمييز لأي سبب ونشر ثقافة التعددية وحرية الاعتقاد وفي المقابل مكافحة التعصب والتشدد مؤكدا سيادته أن هذا هو التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية دون ارتباط بفترة زمنية محددة من جانبهم عرب المشاركون عن سعادتهم بزيارة مصر وتشرفهم باللقاء السيد الرئيس مشيرين إلى مساهمتها القيمة في تاريخ البشرية وسعيها لتحقيق السلام فضلا عن أهمية الدور الذي تقوم به مصر في الشرق الأوسط ومثمنين جهودها بقيادة السيد الرئيس من أجل التوصل لتسويات للمشاكل الملحة والمعقدة التي تتعرض لها المنطقة والتي تتسبب في معاناة إنسانية كبيرة للبشر مع التأكيد على دعمهم لجهود مصر في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف فضلا عن تحقيق التنمية والبناء والتعمير في مصر والشرق الأوسط بالكامل وذكر المتحدث الرسمي أنه تم خلال اللقاء التبحث حول سبول تعزيز مختلف جوانب العلاقات بين مصر ومجلس كنائس الشرق الأوسط خاصة ما يتعلق بجهود دعم الحوار والمواطنة ونبذ التطرف والتشدد في مختلف دول المنطقة كما استعرض السيد الرئيس ما تم في مصر من ترميم للعديد من الآثار والمواقع والكنائس المسيحية الأثرية الزاخرة بالمخطوطات والأيقونات التاريخية الفريدة فضلا عن مشروع إحياء مصار العائلة المقدسة وذلك في إطار الاهتمام بحماية التراث المسيحي المصري كما استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رؤساء وممثل مجالس الدولة والمحاكم الإدارية العليا الأفارقة الموجودون في مصر للمشاركة في تأسيس اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإفريقية وذلك مواكبة لتاريخ احتفال مجلس الدولة باليوبيل الماسي بمناسبة مرور 75 عاما على إنشائه وذلك بمشاركة المستشار عمر مروان وزير العدل والمستشار محمد حسام الدين رئيس مجالس الدولة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس رحب بالسادة رؤساء المحاكم الأفارقة مؤكدا سيادته حرص مصر على دعم إنشاء اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية بهدف تلبية التطلعات المشروعات للشعوب الإفريقية في حماية مقدراتها وصون حقوقها وحرياتها ورغبة في نشر الوعي والثقافة القانونية وتبادل الخبرات والمعارف لا سيما في مجال القانون الإداري بين أبناء القارة الإفريقية وحرصا على التكاتف والتنصيق في سبيل دفع العمل الإفريقي المشترك كما أكد السيد الرئيس أن الدولة المصرية طالما كانت حريصة على دعم استقلال القضاء بما فيها القضاء الإداري وتعزيز دوره ومكانته إيمانا منها بأن العدل هو عماد المجتمع وضمانة الأمن والسلم فيه ومن ثم فقد حرص الدستور المصري على تأكيد هذا الاستقلال كما عمل على حماية السلطة القضائية وحظر التدخل في شؤونها والعمل على إعلاء سيادة القانون وترسيخ قيم الحق والمساواة والإنصاف مشيرا سيادته في هذا الصدد إلى أن القضاء الإداري يعد هو الأمين على الحقوق والحريات العامة وهو الذي يكفل العدالة في تصرفات الإدارة وهو ما حرص على تحقيقه مجلس الدولة المصري العريق منذ يومه الأول عند إنشائه في عام 1946 وحتى الآن من جانبه أكد المستشار عمر مروان وزير العدل أهمية تأسيس اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإفريقية في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات القضاء الإداري بين الدول الإفريقية الشقيقة وأضف المتحدث الرسمي أن السادة المشاركين أعربوا عن تشرفهم بلقاء السيد الرئيس مثمنين الدورة الحيوية لتأسيس اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإفريقية كإحدى الآليات التنسيقية المهمة التي تعمل على بناء بنية قانونية واحدة في قارة إفريقية لا سيما من خلال تنظيم وتطوير التعاون بين جهات القضاء الإداري بالدول الإفريقية وهو ما يعكس التوجه الثابت لمصر بقيادة السيد الرئيس تجاه إفريقيا كنقطة ارتكاز لتعظيم منظومة العمل الجماعي بين دولها وقد شهد اللقاء حوارا مفتوحا مع السيد الرئيس شمل أهم الموضوعات المطروحة على الساحة الإفريقية وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب في القارة كضرورة أساسية بوصفه يهدد الاستقرار في أي دولة حيث تم التوافق على أن المرحلة الراهنة تقتضي الطلاع على القضاء الإفريقي بدور مؤثر في تفعيل التنسيق بين الدول الإفريقية نحو بناء بيئة تشريعية موحدة ومتجانسة بما يسهم في الارتقاء بدور الدول والمجتمعات الإفريقية في التعامل مع التحديات الدولية التي تواجه عملية صياغة مستقبل مشترك للقارة ترجمة نانسي قنقر